100 مليار دولار هو الرقم الذي تتوقع البنوك أن تجمعه شركة أوبر للنقل التشاركي خلال طرحها العام الأولي الذي تتوقعه الأسواق العام المقبل أي نحو عشرة أضعاف إراداتها الصافية المتوقعة لهذا العام وهو رقم لم تتمكن أي شركة من جمعه قبل ذلك باستثناء عملاق التجزئة الإلكترونية الصيني علي بابا ورغم أن الظروف المالية لعلي بابا حينها كانت مختلفة ومشجعة أكثر لبعض المستثمرين مقارنة بأرقام أوبر خلال هذا العام إلا أن الكثير من المستثمرين يرون في أوبر فرصة جيدة تقييم البنوك لأوبر قبل الطرح ستستفيد منه الشركة التي تستعد لطرح سندات لتمويل وحدة السيارات ذاتية القيادة وهو ما يراهن عليه كل من مورجن ستانلي الذي يرتب الإصدار وغولدمنت ساكس لذان يقدمان تأكيدات للمستثمرين حول قيمة الشركة خصوصا وأن منافستها الأولى في الولايات المتحدة ليفت تتحضر لإصدار سندات أيضا التوسع العالمي الذي شاهدته أوبر خلال العقد الأخير وشهرة علامتها التجارية التي باتت مرادفا لمفهوم النقل التشاركي يشكلان مصدر دعم للشركة التي تتطلب جمع المزيد من التمويل لتوسيع عملياتها في وقت شهدت فيه الحجوزات في الربع الثالث ارتفاعا بأقل من 6% مقارنة بالربع الأسبق فالربع الثاني انتهى بخسارة للشركة تقدر بنحو مليار دولار ولكن رغم ذلك فإن ثقة المستثمرين العالميين والشركات الضخمة ما زالت كبيرة ما دفع الشركة إلى رفع حجم إصدار السندات المرتقب من مليار ونصف مليار دولار إلى مليار دولار نتيجة الطلب المتزايد بحسب مصادر مطلعة هذا الطلب على الاستثمار في أوبر يأتي في وقت تتطلع فيه الشركة إلى استثمار 154 مليون دولار في مركز جديد يتضمن وحدة أبحاث وتطوير للسيارات الذاتية في مدينة تورونتو الكندية وأوبر أيضا أبرمت مؤخرا صفقة مع طيوتا التي ستستثمر 500 مليون دولار في مجال تقنية القيادة الذاتية لأسطول من السيارات سيكون متاحا للنقل التشاركي من خلال تطبيق أوبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي أيضا استثمر في العام 2016 ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار مقابل حصة 5% في أوبر ووفقا للتقييم المتوقع يكون صندوق الاستثمارات العامة قد حقق عائدا على استثماره يصل إلى مليار ونصف مليار دولار لتصل قيمة حصته إلى نحو خمسة مليارات دولار بعد الاكتتاب نور عماشا العربية